الله يخوي أنا عندي خواطر لكن من واقع الكلام اللي قلناه لعلي أن أقول لا تنسوا صاحبكم لا تنسوا صاحبكم وهذه لها مناسبة أحد الدكاثرة في إحدى الجامعات كانوا نادي أسماء الطلاب للتحضير فنادى طالب نادى طالب الطلاب بكوا تعجب الدكتور منه بكاء هالشباب قام واحد منهم قال يا دكتور هذا جاه حادث يوم الخميس وتوفي رحمة الله عليه يقول سبحان الله العظيم وكل يوم تأتي محاضرة هذا الدكتور ينادي بإسم الطالب ما أحذفه ما أحذفه والطلاب يتعجبون قال لا تعجبون أنا أذكر صاحبكم هذا لأنه غال عندكم لكي تدعون له بقول آمين فتكررت حتى نهاية الفصل وهذا يعني أثر في طلابه ثم قال كلكم درجتكم عالة في الاختبار تقديراً لحبكم لزميلكم فأقول هنا يا أخواني هي لمحة بسيطة مع الآيات اللي ذكرها حبيبنا الغالي أن نربط واقعنا بزملائنا بأحبابنا لا ننساهم لا تنسى والديك لا تنسى يعني اليوم حقيقة ذرفت الدموع اليوم لا أخفيكم يعني وأنا أرى الملامع في الجميع را درفت الدموع وأبشركم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهم النار وذكر عين بكت من خشية الله بكت من خشية الله كلكم بكيت من خشية الله بانت القلوب الرقيقة بانت كذا فلذلك قد يقول إنسان ممن شاهدنا الآن يمكننا عشرة بكينا لكن توثيقوا ثقة كل من شاهد هذا البرنامج سيبكي سيبكي لا شك في ذلك ومن اشتكى أنه لم يبكي أقول ارجع لهذه الصورة الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم الآن خلقنا ثم رأينا وسمعنا الآباء الذين ماتوا فتذكر أن هناك حقائق ثلاث هي خلق ثم موت ثم بعث للجزاء والحساب إذا لم يقترق قلوبنا مع هذا الأمر فإن الإنسان قل ابكي على قلبك الله يفضل وياكم كله يسعدك ربي الله